مشاهدين احنا دلوقتي داخل احد معامل التفريغ وزي ما قلت لحضراتكم ان قرية بيرمى بتشتهر بصناعة الدواجن او بتربيت الدواجن فتعالوا نعرف اكتر على الموضوع ده من خلال احد ملاك المعامل الخاصة بالتفريغ او تفريغ الدواجن تعالوا بحضرتك الاسم خالد علي دين مواجه بتعليم الزراعي بمدرسة بيرمى السنوية الزراعية سيد خالد بياتر احنا في المعمل بتاع حضرتك عايزك تشرح لي المعمل ده بيتكون من ايه وانا شايف كذا غرفة كل غرفة عبارة عن ايه وإيه اللي بيتمي فيه ده حضرتك معمل صغير نص آلي معمل بيعمل بالغاز كانت في المعامل البلدية اللي هي القديمة اللي هي بتشتغل بالتبن ثم اتطورت الجاز ليباص المصابيح ثم بالسخنات الكهرباء ثم دلوقتي بالغاز بجانب الكهرباء عملنا مشروع صغير زي ده هوت عبارة عن ست غرف كل غرفة بتضم اربع تروليات الترولي بيشيل تلات تلاف وخمسومة بيضة بيتانه في الغرفة ده هي حضرتك لغاية مدة ستة وعشرين يوم في الحضانة وبعدين اللي بتتحكم فيه درجة الحرارة اه ده عبارة عن مجموعة ديجيتالات حرارة ورطوبة بقيس درجة الحرارة بتاعته بقيس سبعة وتلاتين ونص مئوي اللي وزيها تسعة وتسعين ونص درجة فيرنهايتي بالدرجة المناسبة لحضانة البيض للتفريق حتى عمر تمانية وعشرين يوم لو هو بط بكيني ومع لو هو عمر تلاتين يوم لو هو بط مولر وبتابع الحرارة بتاعته والنقل والتبريد بالشغل وبيقوم معايا عمال ندخل نشوف الاوضة كده من ضمن الخرجين بيقوم معايا بعبلية العمل بتقليب البيض وبرعايته بفرز البيض ونقل البيض ورص البيض ونقل البط لغاية ما يتخلص الشغل انا هروح له بس يعرفني على المعمل من جوة والاوضة من جوة هتعرف بيك الاول عرف بيك عبداليادي رشو محمود عبداليادي عايزك بقى هتعرفني انت بتروس او بتقوم مهمتك في الاوضة دي ايه بتعمل ايه بالزبط اول ما بخش بخش بالطرولات وهو في عندي فيه اشتقليب من وراء بقى بشير حط الفيشة هي هو بيتقلب اوتوماتيك مع نفسه البيض بيتقلب لوحد اه تروس انت على صواني السلك سيادي ماشي وتحط على الطرول بتدخلوا وتبايتوا الليلة ثابت الصف تقريبا بياخد كم بيضة الصف كلاته هو الطرول اللي بيشيل تلات تلاف خمسمية تلات تلاف خمسمية بيضة اه بيقعد قد ايه وقت مسلا البيضة جوة الاوضة دي او على الطرول ده اللي هو بيتمناع الطرول للمدة سبعة وعشرين يوه وبعد كده وبعد كده بيخش حاجة اسمها حطانة يخش يطلع ايه وعمر يوم كده قادر علي انت مهمتك بس ان انت بتقوم بيعني برص البيض ووضعه داخل الطرولات دي عشان اه بعد ثبعتاشر يوم يعني هو خمستاشر يوم بتطلعه تليحه تطلع ايه تليحة تليحة حاجة اسمها لياحة يعني ايه اللياحة يعني اللياحة البيض اللي هو السليم من البيض البايز البيض البايز بيطلع الوقت انت بقى تتزبط الموضوع تنظام فرازة واتحطت الصينية على الفرازة وتطلع الحمره الوحده واللياحة الوحده والبيض اللي فقل بقى فاية لواحدها بتتابع انت وتشوف البيض بتبقى فيها عملية اشراف من واقتها للتاني ولا بعض نهاية المدة بعد اتناشر يوم اساسا تليحة أنا اتلع الطرول حاجة الصينية بنحط حاجة في كيفة لانضغطين من تاح امان وتروح جاي حاطت الصينية فوم النام بتفريس لك بقى اللي فيه اللياحة من اللي فيه الحمرة من اللي فيه اللي هو إيه الفاي والبيض الوحش بتتخلص منه والبيض الوحش بنخلص 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 منه المرحلة اللي بعد دي. اه. تالت مرحلة بقى اللي هي بقى بتاعة الفقس بقى. اه. يخش. طيبا نشوف كل مرحلة في مكان هيكون افضل يعني. عايزك تعرفني بقى المرحلة اللي جاي. ما هو هو المشكلة ان كان المعمل ده لسه مصمم جديد. كان عندنا معمل قديم ولسه مصممين المعمل ده جديد. اول دخولنا هنا لسه. مشاهدنا لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا داخل احد معامل التفريغ كنا من الاول او شفنا المرحلة الاولى عبارة عن مرحلة التحضين للبيض بعد كده المرحلة التانية اللي عرفنا عليها الاساس خالب. المرحلة التانية يا اساس خالب. المرحلة التانية اللي هي بعد الفأس وبعد خروج الكاتكوت من البيضة بس تقبله حضرتك على درجة حرارة اتنين وتلاتين درجة مقوي في الحضانة اللي هو ده المكان اللي بتاع الحضانة اللي بنفرشها بالنشارة بنفرشها بفرشة النشارة الخشب دهيت عشان تبقى طبقة عزلة عن الرطوبة وبنستقبله على عليقة معينة اسمها عليقة البادي. ده الاكل بتاع العليقة البادي. عليقة دي عبارة عن ايه? عبارة عن دورة مجروشة وعبارة عن كذب فلسوية عبارة عن مركزات وفيتامينات واملاح معدنية وبنضيف عليها مضاد السموم عشان تبقى مادة حفظة لها ما يوصبش الكاتكوت بالتسمم. اللي نوع الكاتكوت ده. الكاتكوت ده بط نوع من انواع الطيور المائية اسمه بط مولر عبارة عن هاجين بين البط المسكوفي مع البط البكيني اللي هو الجيل الاول. السلالة دي عقيم انتاج لحم بس فقط تم تهاجينها بين سلالة البط المسكوفي جيلي الاول مع البط البكيني او الفرنساوي اللي هو الجيل الاول. على اساس تدينا نوع اسمه البط البغال او الهاجين اللي هو بيشيل لحم بيصل الى اربعة لخمسة كيلو بعد عمر ستين يوم بعد عمر ستين يوم يديني متوسط من اربعة لخمسة كيلو يتم استهلاكهم ويتم توزيعه المقاومة للامراض والمناعة وسرعة النمو واللحم الاحمر بط البلدي كنا بنلاقيه الاول اللي هو عندنا في البيوت وفي فلاحين وفي العزب اللي هو ما تقدرش تباح منه اكتر من عمر مية وعشرين يوم مية وعشرين يوم كان بيديني اتنين كيلو ونص ثلاثة كيلو لما تم تهجين السلالة دي مع سلالة المسكوفي الجيلي الاول والفرنساوي الجيلي الاول تم ان النهاردة اختصرت الوقت من مية وعشرين يوم الى ستين يوم بيبقى عندي الاربعة كيلو وفي نفس المواصفات بتعلبط البلدي لان زي ما قلت لحضرتك الاب مسكوفي جيلي الاول والام فرنساوي خد مناعة ضد الامراض خد سرعة نمو خد اللحم الاحمر خد الطعم الجيد بتاعه انه بيديني اللحم الاحمر مع جزء من الدهون المرحلة اللي بعد كده دي المرحلة التانية احنا بنربي فيها البط او الكاتكوت اللي بيطلع بعد كده بتعمل بيه دي المرحلة الاولانية مرحلة استقبال الكاتكوت لان انا ما اعمل بنتي كاتكوت بعد ما بنتي كاتكوت بستقبله عندي عمري اللي مدت يوم اتنين او تلت ايام حتى يتم توزيعه على المربيين اللي هم بتوع البلد وأغلب المربيين كلك شباب خرجين عبارة عن المعادة بلوم زراعة تجارة بكاليريوس لإلة الوظيف المشروع مربح ومشروع كويس يعني الحمد لله شكرا وسلسلة من التحركات من أول بتاع الفرشة بتاع النشارة اللي بيجيبها ويبيع لشوال النشارة من أول بتاع العلفات والمسائي أنا شايف البط كله متجمع في مكان واحد دالي يعني تمام تجمع في مكان واحد عشان خاطر احنا وقفين دلوقتي فخد مكان أو حيز فتحنا المكان فقلت الحرارة عليه مجرد ان انا برفع درجة الحرارة وهيأل الفرصة الاثنين وتلاتين لانه اعتبر طفل صغير عايز يتلف فمجرد ان انا وفر له حرارة اثنين وتلاتين يتم انتشاره تاني ويتم تغزيته ويتم اكله ويتم شربه ويتم توزيعه اتعرف بيك عبير محروسة بقيت عايز اعرف دورك ايه بقى هنا في المفرخة وفي المعمل دور انا واحدة مربية موطنة مربية بتربيهم بيترعيهم ايوة بربي شوية بط بقى كل منهم عايش من امتى انت بتشتغل في شغلان؟ من زمان بقى لي سبع سنين بتعلمها؟ اه معادي بقى لي من التجارة يعني عندك سبع سيومة وشغالها في التفريخة او في التربية البط يا ابو انا باشتغل الشغلان اه معايزي اعرف بان ايش معنى المهنة دي اللى انت حبيتها لا علشان القارية كلها بتشتغل في المهنة دي كلها بتشتغل في المهنة دي دي مهنتنا نعا في مشاكل بتقابلك وانت بتشتغل او او اتحب الشغل خلاص انا حبيت الشغل دي شغلانتنا وو احبيناها دلوقات انت اي اي انا شايفك حاملة سندق السنة دي هتعملي بها ايه? لا انا هراح اود البط في العنبر ونشتغل اه يعني هما بيتجمعولك البط ده من المعمل بعد كنت بتضيف العنبر بعد كده بتتولي انت تربيته ايه. افرحي لي بقى ايه اللي بتعمليه خلال العنبر يعني انت بتربي البط. اتخلوا البط لما بيكبر بنبيعه للسريحة. بيكبر بعمر قد دي مسلا. عمره تلاتتاشر يوم سبعتاشر يوم في الحدود دي. ناس انه تمنت يار. تمنت يار. ايه. بعد كده بتخلوه عندك في المفرخ لمدة تقدم. لا بنخليف العنبر عندنا لمدة اه تلاتتاشر يوم وبنبيع. تلاتتاشر يوم. البطاية بقى تجيب كم? البطاية في حدود تلاتتاشر جنيه. اشتركوا في القناة